المناقشات الصريحة مع الأصدقاء والمكونات الرئيسية التي تتعلق بالقضايا التي تستغرق وقتنا لإعداد لمؤتمر الأطراف 27 التقيت مع وزيرة الخرجاء بالأمس وإنه لمن دواعي سروري أننا استمعنا بالأمس لملاحظات الرئيس السيسي خلال المناقشات والأراء المتعلقة بالمصار للوصول إلى مؤتمر أطراف ناجح في شرم الشيخ وتحدث الرئيس عن تحديث الإعداد لهذا المؤتمر وأيضا التعاون مع ألمانيا بشأن الطاقة المتجددة وتحدث الزعيمان عن التزامات المجتمع الدولي لتعامل مع التهديد المتعلق بتغير المناقش بالفعل كان هناك مناقشة متعمقة في برلين والرئيس السيسي استمع إلى الأراء المتعلقة بالقضايا محل الاهتمام في جدول الأعمال وأيضا القضايا المتعلقة بالتنوع والتحول والذي يتطلب مننا أن نحقق تقدم ملحوظ في شرم الشيخ بشأن الأضرار التي تحدث في المناقش وأن يكون هناك الدعم اللازم للمجتمعات العرضة للتضرر والقابلة للتأثر بهذه الظاهرة والأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول كما أشرنا من قبل لأكثر من مرة يجب أن نبدأ التنفيذ فورا وأن نحقق تقدم كبير في هذه القضايا وأن لا نترك أحد يتخلف عن الركب وأن نستغل كل فرصة متاحة لأن نظهر الإرادة اللازمة للوصول إلى تسوي نحن نواجه تحديات عالمية اليوم ومخاطر العودة مرة أخرى إلى اضطرابات في البيئة من عدام في الأمن الغذائي لم يتم حلها بعض كل هذه النتائج تأتي في تقارير الدولية والتي تطالب بإجراءات على أرض الواقع دون تأخر في الالتزامات الموضوع في هذا الصدد هناك حاجة للالتزام السياسي لتحقيق مزيد من التقدم للتعامل مع تغير المناخ بطريقة مجدية وهذا بالفعل هو جوهر عملنا وعلينا أن نتحرك فورا عبر مفاوضات المناخ وأن لا يكون هناك إمكانية لترك أي دول من حيث النمو الأقل من حيث نمو الدول النامية وضرورة أن نتحرك جميعا بناء على مبادئ اتفاق باريس وأن يكون هناك فهم واضح للقدرات المختلفة والمسؤوليات والاحتياجات وأهمية التحرك في هذا التحول مرة أخرى أود أن نتقدم بالشكر لألمانيا على التزامها للإجراءات الخاصة بالمناخ والنجاح لشكل متكرر في الحوارات المستمرة ونتطلع لتعاون مع ألمانيا للوصول إلى نجاح في تنظيم مؤتمر الأطراف 27 وأن ننجح سويا في هذا يمكننا أن ننجح سويا أو من سوء الحظ أن نفشل سويا وذلك ليس خيار أمامنا علينا أن نعزز العمل الجامعي الإرادة السياسية والمسؤولية المشتركة تجاه الأجيال المستقبلية للعمل بشكل فعال على تنفيذ التزاماتنا وأن نعمل على زيادة تطلعاتنا والتعامل مع هذا التحدي الملح بطريقة فعالة والحفاظ على الأهداف التنموية للبشرية بشكل عمد وأن نقدم في نفس الوقت آمان للأجيال المستقبلية بشأن المناخ أن يكون مستدام بالنسبة لهم شكرا لكم جزيلا سيدة وزيرة الخارجية هل تستطيعنا أن تقديمنا الآن تقريرا واضحا هل هناك ما يمكن تقديمه من تعويضات لمسألة التغيرات المناخية وما هي التعويضات التي تستطيع الحكومة الإنمانية تقديمها في هذا السياق من ناحية التمويلات المالية أو غيره كما طالب السيد الأمين عام المتحدة بضرورة توفير كثير أو المزيد من الموارد المالية لمسألة التكييف المناخي سؤال آخر للسيد وزير خلق مصري في مسألة التعويضات التي تقدم إلى الدول التي تضررت من التغيرات المناخية هل هناك ما هو تصورت؟ بالنسبة للسؤال الجزء الأول من السؤال أستطيع أن أقول أن تقليل الأضرار هو الأساس والنقطة للإنطلاق الأساسي التي يمكن أن نقدمها في هذا الصدد لا يوجد هناك مؤتمر تحضيري لهذا الموضوع ولكننا سنقول أن نحقق الأهداف الدنيا وهي الأهداف التي علينا أن نعمل بأخصى ضقتنا من أجل تحقيقها من أجل رفع الأضرار المناخية التي وقعت مؤخرا في الفترة بالنسبة لمسألة التمويل فهناك كثير جدا من الدول التي تستطيع أن تقدم والتي أبل استعدادها لتقديم المعونة لتغلب على المشكلات المناخية والأثار المناخية السلبي التي تمقضت عن ارتفاع درجة الحرارة ولكن الموضوع ليس هو تقديم المزيد من التمويل المالي في مقابل التنازل أو رجوع بالخطوات إلى الوراء في مسألة تحقيق التعادل المناخي وبالتالي فإننا نستطيع أن نقدم تعويضات مالية أو موارد مالية أكثر في مقابل التنازل عن الأهداف التي حددناها مسبقا بالوصول إلى درجة اعتدال مناخي جيدة لكن الموالة وحدها ليست كافية وغير كافية للحفاظ على المساكن على سبيل المسال للحفاظ على الحياة والحفاظ على الزراعة والحفاظ على كافة مظاهر الحياة وبالتالي فإن تغيير الناس مساكنهم أو الانتقال إلى مدن أخرى بفعل تأثيرات المناخية السيئبة سيئاء لن يستطيع الموارد مالية وحدها أن تكفي بهذا الغرض إجابة على السؤال فيما يتعلق بالعالم النامي نحن تحدثنا في أكثر من مناسبة وعربنا عن التزامنا بالمسؤوليات المتعلقة بتغير المناخ وفي نفس الوقت المكونات المختلفة لا بد أن تأخذ فيها الاعتبار بطريقة التقلم والتخفيف من حدة تغير المناخ وتعويض الأضرار بالنسبة لنا المسألة ليست أن يلعب طرف ضد الآخر أو السعي لزيادة وطيرة التعامل مع بعضنا البعض نحن نسعى لحالة من التوازن وأن نحقق الأهداف الخاصة بتعامل مع تحدي تغير المناخ وفي نفس الوقت أن نعترف بالمرونة المتعددة والمتنوعة والقدر على المقاومة المطلوبة في العديد من المجالات من أجل تحمل هذه المسؤوليات لطريقة فاعلة والمناقشات المتعلقة بتعويض الأضرار الأمر معترف به فيما يتعلق بالدول المتقدمة والدول النامية هذا مكون رئيس ولابد من توضيح هذا الأمر وتطوير بطريقة بناءة وأن نخلق آلية للمعايرة ولأن نضع معايير بالنسبة للمضي قدما تجاه المجتمعات القابلة للتضرر أكثر من قبل المجتمع الدولي وأن نتعامل مع قابلية التضرر بطريقة فعالة في إدارة القدرات المتاحة والموارد المتوفرة هناك أسئلة من المرسلين أو صحفين العرب أو المصريين وبالتالي يمكنهم أنهم تقدم هناك سؤال أخير ما هي الأفعال المحددة والإجراءات المحددة التي من المطاقة أن تتمخذ عنها مؤتمر الأطراف الذي مقرر عقده في شرم الشيخ في مصر منذ البداية في مؤتمر الأطراف 27 والذي تم الحديث من قبل عن إنجازات جلاسكو والاستنتاجات المتعلقة بخارطة الطريق المحددة في اتفاقية باريس الأمر ضروري ولكن أننا حققنا حتى الآن بعض هذه المسئلية هناك آفاق وتطلعات كبرى فيما يتعلق بتخفيف حدة تغير المناخ وأيضا أن تكون هناك تدابير فعالة لأن نعتمد أكثر على الطاقة المتجددة نعتمد أقل على الوقود الأحفوري ونتعامل مع قضايا التأقلم والتمويل لهذا التأقلم بطريقة أكثر فاعلية وسد الفجوة نحن نعترف سويا بالالتزامات التي تصل إلى 300 مليار دولار والتي لا تزال مفقودا لتعويض هذا الضرر ولمجابهة هذا التغيير بشكل فعال هناك مناقشات بشأن أهداف التأقلم ولا بد أن نعمل على تنفيذها بحلول 2025 من المفترض أن نصل إلى نتائج ملموسة أكثر في هذا الأمر فيما يتعلق بالخسائر والأضرار وسد الفجوة التامولية لكل هذه الأسباب سيكون هناك عملية للتفاوض وقدرة لدى الأطراف لأن يظهروا المرونة بشكل أكبر للوصول إلى توافق في الآراء وقواسم مشتركة في هذا الصدد وأن يتم تبني المشاركة من قبل الأطراف المعنية من القطع الخاص والمجتمع المدني وتسليط الضوء على تأثير ذلك على الأهداف والحفاظ على المبادرة التي تطلق من أجل الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات اللازمة من الناحية الاقتصادية للتعامل مع تغير المناخ وفي ظل الوقت الحفاظ على أهداف التنمية المستدامة للعالم النامي نتطلع جميعا لهذه المناسبات لأن نظهر أوجه المرونة والوصول إلى فهم يدعم عملية الحفاظ على مستوى مرتفع من التطلعات وأن نعتمد أكثر على التعاون بين الرؤساء والشركاء رؤساء المؤتمر ونقدر تماما الشراكة بين مصر والمانيون سوف نعمل على التنسيق بشكل أعم مع النظرة والسلطات المعنية من أجل المساهمة بفاعلية في هذه العملية وأن نمضي قدما في جدول الأعمال أود أن أؤكد أيضا أن النقطة الأساسية هو الحفاظ على توازن البيئة عن طريق تقليد درجة الحرارة درجة ونصف درجة مقوية وعلينا أن نقول أن نستطيع أن نفعل ذلك جميعا وسهويا يدا بيد لأن نحافظ على هذه الكوكب ويجب أن يكون مؤتمر شرم الشيخ القادم كوبزيب 27 شكرا جزيلا على هذا الوقت شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا